بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم هل هناك آيات معينة ليلين القلب ما يتعلق بذات الله منها كثير في القرآن منها قول الله جل وعلا في الزمر فأراد الله أن يتخذ ولد الاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وقول الله تبارك وتعالى في الفرقان تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا وقول الله جل وعلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وغيرها من الآيات المذكورة في القرآن في الأعراف كذلك في آيات قوله الحق يوم ينفقه في الصور في الأنعام في الأعراف في الفرقان في الزمر هذه كلها فيها آيات الله نور السموات والأرض مثلا هريك مشكات فيها مصباح هذا مما أثنى الله جل وعلا به على نفسه وقول الله جل وعلا في آيات متتابعات في الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وقول الله تبارك وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لم يحيي الموتى وقول الله جل وعلا فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبثت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وقوله جل وعلا وأن الله يبعث من في القبور فهذه الآيات وما أوافقها مما يلين به القلب لما فيها من ذكر عظمة الله جل وعلا مع سورة الكافرون وسورة الإخلاص مع سورة الكافرون وسورة الإخلاص سورة الكافرون